السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيدايرين لباس عليكم إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب الرئيس الجزائري مبارح في كلمات بعض الكلمات ما قدتش يقولها باللغة العربية السليمة وده تسبب في أنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي طبعا تدولة الكلمات وبدأ يسخره من عدم نطقه للغة العربية بطريقة سليمة مثلا كان عايز يقول رقم 31 لو قلناها باللغة العربية تبقى 31 وثلاثون فهو قالها الدورة الحادية والثلاثة والثلاثون وقالها كمان السلاسة والثلاثون يعني قال الدورة الحادية والثلاثة والثلاثون فديه طبعا غريبة جدا أنا من الناس اللي احنا عندنا في اللغة المصرية مثلا أقول لها جال مصرية بنقول س على الثاء حرف الثاء بنقول س بنقوله كده لكن في وقت ما تيجي تنطق لغة العربية طالما بتنطق لغة العربية وده برضو اللي أنا بقوله على بعض حتى في يوتيوبرز يتكلموا بلغة العربية يقول لك مثلا ما حدث مع الصحفي مفيش حاجة يسمعها ما حدثة يعني اه طبعا احنا مش بنتكلم نحوية مية في المية لكن نسمعها ما حدثة طالما بتتكلم باللغة العربية الفصحى يعني المهم انه رئيس الجزائري قال الدورة الحادية والثلاثة والثلاثون ما قالش الدورة الحادية والثلاثون المهم يعني انه مواقع التواصل الاجتماعي طبعا تدولت القصة دي وبدوا انه هما يعني يعني يعملوا بشكل ساخر شوية وقدت الى طبعا دخول البعض في الشتيمة فينا وفي الشتيمة في الناس اللي بتتحك معرفش ليه ما هنا حد الشتم يعني هما بس يعني بيتحكوا مع بعض يعني المهم الصحافة الموريتانية استنكرت ما فعلته الجزائر والسلطات الجزائرية في بيان صحفي شديد اللهجة ضد المغربة وضد الطاقم والوفد الاعلامي والصحفي المغربي بعد طبعا ما منعوهم من تغطية الاحداث وبعد ما احتجزوا الاجهزة والمعدات بتاعتهم بامر غريب جدا في المطار بتاع بومدين وده كلنا استغربنا منه وما حدش اتكلم عليه ده اللي انا بصراحة مستغرب يعني ما فيش حد اتكلم عن الموضوع ده من المسئولين وده من المسئولين في القمة العربية ده بالنسبة لي غريب شوية يعني المفروض الناس كلها يعني تدين هذا التصرف لانه اه مش مفهوم ليه انت تحتاجز معدات الوفد الصحفي والاعلامي المغربي المهم انه الصحافة الموريتانية استنكرت الموضوع ده بشكل كبير جدا اه ومعلش عشان فيه نقطة برضو حابب ان انا اتكلم فيها انه في بعض اه زي ما قلت لكم قبل كده العبيد باللغة العربية الوضع العبيد ده اللي بيتكلم على الجزائر هو زي وكتير بيدفعوا عن الجزائر بعبط مش بمش بمش بقسس اه طلع قال لك المغرب ما مقلقاش كلمة عشان الجزائر ما كانش عايزة يلقي كلمة في القمة العربية اه يعني احب اقول لك انه المغرب هو اللي رفض انه هو يلقي كلمة وقال انه مش ضروري انه كل وفد حضر من دولة يلقي كلمة المهم ان احنا يكون لنا دور في الاجتماعات المغلقة ويكون لنا دور في هذه القمة بان احنا نرسخ المبادئ اللي معمولة عشانها القمة العربية مش لازم ان انا كل واحد طالع من دولة يطلع يقول خطاب مش مش شرط فالمغرب هو اللي امتنع او مش امتنع قال انه مالوش لازم ان انا القي كلمة اه المهم ان انا يكون ليا دور في الاجتماعات المغلقة. فيطلع واحد عبيد يقول لك اصلا الجزائر هي اللي منعت المغرب انه يلقي كلمة. يقول لهم انتو بالزاب ما تلقوش كلمة. ما عرفش ايه ده. وما عرفش الناس دي بتاكل ايه عشان تفكر كده. ما عرفش الناس دي ايه يعني بتصحى الصبح تشرب ايه عشان تتوقع تولي اليوم بتفكر بالطريقة دي. يعني نجرب يوم نمنعهم عن الحاجات اللي هو بشربوها الصبح. اللي اللي بتدافع دي والي اللي بتتطبالين دول. عشان بقيت اليوم يمكن لهم يقول كلام غير اللي هما بيقولوا له انه الكلام بيقولوا ده ما يطلعش غير من واحد شارب. عالصبح يعني. اه ناصر بوريتا طبعا اه فضح الدنيا ويعني فضح الاتصرفات البديئة اللي حصلت مع المغربة في هذه القمة حتى الان بوريتا قال انه لم يصفح اي مسئول جزائري. قال ده نصا. وقال انه الوفد المغربي تعرض لمضايقات عديدة. وتعرض ليه. وقال لبي بي سي العربية انه هو نفسه تعرض لمضايقات في اه هذه القمة. وانه لم يتواصل بشكل مباشر نهائيا مع مسئولين جزائريين. وده بسبب تصرفات كتير جدا. اه الحقيقة بتستفز المغربة منها منع الوفد اه الاعلامي والصحفي المغربي. منها باتر خريطة خريطة المغرب تعالى اقول لي النهاردة مين دولة في العالم. وتحضر مؤتمر المفروض انه يضيفه فيه وتلاقي الخريطة بتاعتها مبتورة او مش كاملة هتعمل ايه. تخيل كده مصر مسلا رايحة قمة. ولقيت خريطة مصر. مفيهاش الجزء بتاع سيناء اللي مصر استردته مثلا في تلاتة وسبعين. السلطات المصرية تسكت? لا طبعا. وهدينا شوفنا الحمد لله اه يعني زي ما المغرب عنده كلمة وعنده قوة. اه مصر كمان عندها كلمة وعندها قوة. وشوفنا انسحاب الوفد المصري اول ما طلعت المسئولة الليبية اه اللي تبعه طبعا انتوا عارفين قصة ليبيا يعني. فالوفد المصري كان معترض على وجودها فانسحب. اه اه امن القاعة. فالحمد الله احنا بلدين ليهم كلمة وليهم سلطة وبيعرفوا يتحركوا كويس قوي. فالسيد ناصر بوريت الحقيقة على بي بي سي العربية فضحهم بشكل كبير جدا. فضح التجاوزات اللي حصلت. فضح التجاوزات البروتوكولية. قال لم اصفح اي مسئول جزائري. وده صراحة الراجل صريح ما بيتلعبش. قال بسبب بطر خريطة المغرب. وبسبب التصرفات اللي انا بدينها بشكل كبير مع الوفد الاعلامي المغربي. منع الدخول وسحب معداتهم. حاجة يعني صراحة. وبعدين يطلع عبيد يقولك اصل الجزائر هي اللي منعت المغرب تتكلم. فيعني المهم انه لازم فعلا كان موضوع بطر خريطة المغرب ده ما يعديش بالسهل. عشان ما يتكررش تاني لان احنا سكتنا عليه كتير. وبعدين كل مرة يطلع اقولك اصل احنا غلطنا. اصل ما خدناش بالنا. اصل احنا ما كانش قصدنا. طبعا اه منتهى قلة الارب اتجاه المملكة المغربية. وعشان كده السيد ناصر بوريتا رد بقوة وتعامل صحي جدا سياسين وبروتوكوليا مع القصة دي. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا. وان شاء الله النهاردة هحط لكم رابط القناة الاحتياطية الجديدة اللي انا عايزكم تتنقلوا عليها كده ان شاء الله واحدة واحدة. لحد ما اه نتنقل هناك ان شاء الله. فواحدة واحدة عشان يبقى عندنا حاجة احتياطية. لو حصل حاجة. لان واضح ان انا قناتي خلاص هيولعوا فيها تقريبا. فان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. متستش تشوفوا اغنية اجي دير دويرة للي ما شافهاش. هي موجودة اه في احطها لكم في اول رابط في اول تعليق. بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي ليكم. وان شاء الله اشوفكم بالف خير. وان شاء الله دايما المغرب في تقدم. والسيد ناصر بوريتا يتصرف دايما بحكمة. والحقيقة الملك محمد السادس كمان عايز اشيد بخطاباته وبحكمته في القاء الخطابات لانه بيعرف كويس قوي يحط اللي قدامه في حتة ما يعرفش يخرج منها الا لو قال الحقيقة. ما يعرفش يتلاعب. فعشان كده انا بحترم جدا خطابات كمان الملك محمد السادس. ويمكن انا كنت عرفت من قريب من بعض الاصدقاء المغربة انه كان الملك الحسن الثاني خطاباته كانت كمان يعني فيها ثقل كبير اوي وانا بدأت اتابع واشوف فيديوهات على اليوتيوب انا بحب اقول الخطابات اللي هي التقيلة اللي فيها معاني كبيرة وشفت والحقيقة اني زاد اعجابي بالملك الحسن الثاني كمان. فالمهم تحياتي للسياسة المغربية والحقيقة انه النهج اللي ماشيين عليه والنهج اللي نصر بوريطا صح جدا عشان بعدك احنا دايما بنحارب الكدب احنا دايما اللي هم بيواجهونا بطريقة فيها كدب يعني يتلاعب بالحقيق يحاول يقولك اصل المغرب هو لضيع فرصة عودة العلاقات لا الكلام ده ما ينفعش نتحك بها لقد تتحك بها لعائد صغير لكن مرتحكش بها على ناس بتفهم وامتابعة وعارفة كويس اوي هي بتشوف ايه وبتقول ايه وبتسمع ايه وعارفة كويس اوي الاحداث في الفترة الاخيرة طولت اشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم